تحرس القيادة السياسية على طرح المشكلات والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في كفة المحافل الدولية من أجل توفير الدعم العالمي لشعوب القارة السمراء كما يحرس الرئيس عبد الفتاح السيسي على إظهار فرص لاستثمار الواعدة والمتنوعة بالقارة الأفريقية أمام شركاء القارة على مستوى العالم علاقة تاريخية تربط مصر بالقارة الأفريقية علاقة تنطلق من حقيقة كون القاهرة إحدى الدول الرئيسية المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية ومع انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019 كان هذا العام شاهدا على الدور المصري القوي الداعم لقضايا القارة الأفريقية في المحافل الدولية في فبراير من عام 2019 شارك الرئيس السيسي في مؤتمر ميونخ للأمنة حيث أكد أن أولويات الاتحاد الأفريقي تتمحور حول دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة عبر التركيز على زيادة الاثثمارات في مجال البنية التحتية وتسهيل حركة التجارة البينية من خلال الإسرع بإدخال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية حيز النفاذ وفي مدينة بيارتس الفرنسية عقدت في أغسطس من نفس العام قمة شاركة مجموعة السبع وأفريقيا والتي أكد خلالها الرئيس السيسي أن الحديث عن النهوض بأفريقيا ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمة القارة فضلا عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وفي مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية عقدت في أكتوبر عام 2019 أعمال القمة الأفريقية الروسية والتي ترأسها الرئيس السيسي بالمشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والتي أكد خلالها الرئيس السيسي أن أفريقيا مقبلة على مرحلة هامة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة وتتزايد فيها فرص التجارة والإثثمار وريادة الأعمال وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي في يناير عام 2020 شاركت مصر في قمة أفريقيا بريطانيا للإثثمار والتي أكد خلالها الرئيس السيسي أن هناك فرصاً واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من أفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية دائماً ما كانت قضايا وملفات القارة الأفريقية حاضرة في الخطاب السياسي المصري في المناسبات الدولية المختلفة وخلال لقاءات الرئيس السيسي مع قادة وزعماء العالم وإلى جانب اهتمام القارة بقضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي كانت هناك قضايا أخرى مثل مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والسلم في القارة الأفريقية أيضاً اهتمت القاهرة بملف التغيرات المناخية وأهمية إيلاء الأهمية القصوى للمطالب الأفريقية في هذا الصدد كانت جائحة كورونا هي الأخرى محور اهتمام القيادة المصرية حيث أكد الرئيس السيسي في خطاباته المستمرة ضرورة توفير اللقاحات المختلفة للقارة الأفريقية لمواجهة بارس كورونا وعدم إهمال شعوب القارة في مواجهة هذا الوباء اللعين يوماً بعد يوماً تثبت مصر أن علاقاتها بالقارة الأفريقية علاقة مصير واحد ومثلما كانت مصر أحد مؤسسي الاتحاد الأفريقي هي أيضاً أحد أبرز أصواته في المحافل الدولية ترجمة نانسي قنقر